في عالم يموج بتغيرات المتلحقة والمتسارعة يبحث العرب عن موطي قدم لهم بين الكبار فالعالم بات لا يعترف إلا بالقوى وبلغة المصالح والشركات المثمرة في ظل ما يتمتع به العالم العربي ومشاهدين الكرام من مقومات بناء وبناء شراكات ومصالح لا علاقات تبعية تأتي قمم الرياض الثلاثة السعودية الصينية والخليجية الصينية ثم الصينية العربية لتعلن عن توجه عربي واضح نحو بناء شراكات متنوعة سياسيا واقتصاديا وحتى في مجالات باتت الصين وتتولى الرياضة فيها مثل الصناعات المتقدمة والتصنيع العسكرية وغيرها مما تفرضه عوامل القوى الحديثة إذن في العاصمة السعودية الرياض هناك إذن نتحدث عن قوة عربية كبيرة تأتي القيادة الصينية لتناقش شراكة مع الدول العربية مع دول الخليج وثنائيا مع عدد من دول الرياضة العربية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة ومصر شراكة يأمولها العرب في أن تكون مختلفة عما اختبروه سابقا من دول كبرى مثل علاقاتهم المتقلبة إذا صح التعبير مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها من القوى التقليدية التي صاغت النظام العالمي لعقود طويلة قمم الرياض إذا مشاهدين الكرام نحن معكم في تغطية حية ومباشرة من مركز إخبار قنوات أبوظبي نتحدث عن أهمية هذه القمم الثلاث في الرياض فأهلا ومرحبا بكم إذا نرحب بكم في الجزء الثاني من تغطية مركز إخبار قنوات أبوظبي لهذه القمم الثلاث في المملكة العربية السعودي نحييكم في الجزء الثاني أرحب في هذه اللحظات بالأستاذ حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد أستاذ حمد قبل أن نبدأ ومشاهدين الكرام قبيل القمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية تنطلق عمال واجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورة الثالثة والأربعين اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في المملكة العربية السعودية الشقيقة دعونا نقترب أكثر في التقرير التالي يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمتهم الثالثة والأربعين على أهمش القمتين العربية الصينية والخليجية الصينية في الرياض ذكر بيان توجع عمال اجتماع المجلس الوزاري التحضيري رقم 154 أنه جرى سياغة توصيات سترفع إلى القمة الثالثة والأربعين للقادة ونقش المجلس الوزاري البنود المدرجة على جدول أعمال القادة في الشؤون السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسان والبيئة والشؤون العسكرية والأمنية والشؤون التشريعية والقانونية ورفعوا التوصيات اللازمة بشأنها إلى اجتماع قادة الدول الأعضاء وقال وزير الخارجيات العماني أبدر البوسعيدي رئيس الدورة الحالية أن هذه الدورة الحالية للقادة ستتخذ جملة من القرارات بالعديد من ملفات التعاون الخليجي المشترك وذلك تعزيزا لمسيرة بناء مجلس التعاون ويأتنعقاد قمة مجلس التعاون وسط تطورات عالمية وإقليمية تفرض مزيدا من التنسيق والتعاون وتوحيد الرؤى بين عضاء مجلس التعاون وقد شهدت مسيرة مجلس التعاون الخليجي ديناميكية متسارعة في التنسيق واللقاءات والتشاور منذ قمة العلا في المملكة العربية السعودية في يناير لعام 2021 حيث شهدت بعدها الكثير من الملفات داخل مجلس التعاون تقدما على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتنسيق المواقف من القضايا الإقليمية والدولية أعود إلى ضيفي الأستاذ حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد إذن أخو حمد قمم ثلاث تنطلق في العاصمة السعودية الرياض طبعا القمة الخليجية الثالثة والأربعين قمة خليجية صينية قمة عربية صينية أهمية هذه القمم الثلاث في هذا التوقيت نعم في البداية كما تعرف أن اليوم المنطقة أصبحت من المناطق الحيوية جدا على مستوى العالم اليوم المنطقة تلعب وتقوم بجزء أصيل من صناعة القرار العالمي إن صح التعبير على اعتبار أنها منطقة جدا مهمة الثقل السياسي للدول التي في هذه المنطقة على رأس المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا جمهورية مصر العربية وما تلعب هذه الدول في العديد من الملفات الدولية في عادة الاستقرار للكثير من الأزمات العالمية بالإضافة إلى توقيت هذه القمم الثلاثة الذي يأتي بعد أزمة كوفيد بعد الأزمات السياسية على مستوى العالم سواء كانت الحرب الروسية الأوكرانية أو حتى الأزمات الأخرى وما تقوم ارتفاع أسعار الطاقة على سبيل المثال وما شفى ذلك اقتصاد العالم إعادة الحياة على مستوى دول العالم فتجد أن القوى العالمية تسعى إلى بناء شراكات فاعلة مع دول منطقة تسعى إلى إعادة وتنشيط هذه العلاقات وتنشيط هذه الممارسات بالإضافة إلى أن أهمية وجود الصين كلاعب ومؤثر على مستوى العالم ورغبة أيضا الصين باعتبار أن هذه المنطقة المنطقة العربية ليست يعني العلاقات ليست وليدة اللحظة وإنما هي علاقات متجدرة منذ مئات السنين فالعلاقات ربما تعود بشكلها التجاري وشكلها اقتصادي للقرن السابع عشر ولكن اليوم نجد أن الشراكات بين الصين وبين على سبيل المثال مع دولة الإمارات العالمية هناك اتفاق استراتيجي كان في عام 2004 وهذا الاتفاق يعتبر من أعلى مستوى العلاقات بالمواصلة أجرتها الصين مع الدول الخارجية أيضا باعتبار أن المنطقة هي سوق محفز جدا للمنتجات الصينية وسوق كبير وضخم يستوعب أيضا للمنتجات الصينية وحاجة أيضا الصين إلى الطاقة الموجودة في هذه المنطقة وحاجة الصين إلى أيضا الأفكار والابتكارات التي أيضا موجودة في هذه المنطقة على سبيل المثال في كثير من الأحيان وما نجده وما نلمسه أن هناك رغبة من الصين إلى الدخول في هذه الأسواق وبناء الشراكات واقتصادات مع الدول نعم اليوم عندما نتحدث عن العلاقات الإماراتية الصينية علاقات متميزة اتفاقات وشراكات استراتيجية شاملة كانت هناك زيارة ناجحة بكل المقاييس لصاحب السم الشيخ محمد بن زايد دالنهيان رئيس الدولة حافظه الله إلى الصين عام 2019 سبقتها في 2015 أيضا زيارة استراتيجية مهمة أهمية هذه العلاقة الوثيقة بين الإمارات والصين أيضا وتقريب جهة النظر أيضا مع الوطن العربي والشراكات مع الصين الإمارات هي من دول ذات الرياضة التي قامت ولعبت دور كبير في تعزيز نموذج الاستغرار في تعزيز نموذج التعايش والتسامح مع مختلف دول العالم دائما دول العالم ينظرون إلى دولة الإمارات باعتبارها هي النموذج والمثال وربما هي الجسر من الإمارات عملت على بناء جسور مع مختلف الثقافات ومختلف الدول على مستوى العالم تجربة الإمارات مع الصين تجربة ثرية وتجربة حية وهناك الكثير من الأمثلة التي أوضحت وأدلت على هذه العلاقات الاستراتيجية فوجود اليوم إذا ردت أن نتأمل بالأرقام فهناك أكثر من أربعمائة ألف نسمة أكبر جالية صينية تعيش في هذه المنطقة هي التواجد في دولة الإمارات هناك أكثر من أربعة آلاف شركة صينية موجودة في الإمارات وبالعكس أيضا هناك شركات إماراتية صلى عدد إلى أكثر من سبعمائة شركة موجودة في الصين وتعمل بشكل كبير اليوم نحن في الإمارات نعتبر أن الصينيون هما أيضا فاعل رئيسي في بناء البيئة التجارية في دولة الإمارات هناك الكثير من السلع والخدمات والابتكارات وأيضا على صعيد تبادل المعرفة وتبادل رئيسي خاصة أن مثل ما تعرف أن الصين وكيف كان هناك تعاون مستمر خاصة فيما يتعلق بكوفيد خلال الثلاث سنوات الماضية مثل ما تحدثت الإمارات تشكل حلقة وصل بين الشرق والغرب والإمارات كانت حلقة وصل دوما متميزة مثل ما قلت تحمل معاني السلام والتعايش والمحبة فلله الحمد هذه السياسة تفرض نفسها دوما أستاذ حمد إذن اليوم نتحدث عن قمة أو قمم إذا صح التعبير قمة خليجية وقمة أيضا عربية صينية وخليجية صينية ماذا نتوقع برأيك من هذه القمة هل نتوقع اتفاقيات راح تبرم بين الدول أم هي مرحلة جديدة إذا صح التعبير في الشراكة الشاملة مع الوطن العربي مثل ما تفضلت أنا أعتقد أن هذه مرحلة جديدة ونحن كصحفيين وأيضا أتكلم كوجهة نظر حسب قراءاتنا للشارع العربي هناك تفائل كثير بهذه القمة أولا أن القمة الخليجية تأتي في وقت أفضل عن السنوات الماضية هذه القمة الخليجية وهذا الالتفاف الخليجي ولمسنا ما تبادر من كافة دول أعضاء مجلس التعاون سواء كان في المناسبات الدولية التي استضافتها المنطقة سواء كان على سبيل المثال إكسبو في دبي أو حتى الأحداث العالمية الأخرى التي كانت لمنطقة تستضيفها أو حتى أيضا على مستوى مونديال كاس العالم في قطر وجدنا كيف الالتفاف الخليجي على هذه المناصبات وكيف وجود فترة جديدة أتت تؤتي إثمارها بعد اتفاق الذي صار في العلاء وكيف الدول الخليجية ما بينها تجاوزت ملف الأزمة الخليجية والآن هناك تنسيق أكبر يتعلق في الحفاظ على الاستغرار بالدرجة الأولى يتعلق بالتنسيق المشترك مع الدول الكبرى أيضا نجد أن التواجد العربي في هذه القمة تواجد ملح وضروري ومهم جدا يأتي أيضا للاستفادة من الثقل الموجود في الخليج لتحقيق أيضا مصالح مشتركة وأيضا تحقيق الكثير من المكاسب السياسية وفتح مجال أيضا للتعاون بين الدول العربية وبين الصين نعم تحدثت عن المكاسب السياسية هل تعتقد بأن مثل هذه الاتفاقيات وهذا التعاون الاستراتيجي الإقليمي الدولي مع الثقل كثقل الصين قد يؤثر على مكاسب سياسية لمنطقة العربية بشكل عام برأيك دائما أنا أتكلم الآن عن تجربة الدول الكريم أتكلم أيضا عن ما نراه وما نقرأه في التجربة السعودية دائما هو مد العلاقات على نفس المستوى سواء كان مع الشرق أو مع الغرب فجميع التوازن والموازنة في العلاقات بين الشرق والغرب هو أساس في التعامل مع السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون وأيضا في المقابل أن التوازن في هذه العلاقات أيضا في المقابل أن دولة الإمارات حينما في تجربتها مع الصين من خلال مختلف المجالات التي لمسناها أيضا حينما وصل الرئيس الصيني إلى السعودية هناك اتفاقات معلنة بأكثر من 110 مليار اليوم شو اللي يحتاج الإنسان اللي موجود سواء في هذه المنطقة أو حتى في منطقة صين يحتاج الاستغرار توفيه فرص العمل يحتاج التسامح والتعايش يعني على رأس أهم أنه العمل على شكل الملفات الاقتصادية أنا بوجهة نظري أن هذه القمم الثلاث أكثر من ما سيدور فيه أكثر من 70% هو يتجه في الجانب الاقتصادي بالدرجة الأولى لأن العالم اليوم سواء كان في منطقة العربية أو حتى في الصين هو بعد أزمة كوفيد وبعد الأزمات المتلاحقة التي صارت في العالم فهم يتجون إلى وجود استغرار اقتصادي وجود فرص عمل خلق فرص جديدة وهذا ما يبحث عنه يعني كل الجوانب نعم إذن على ذكر هذه الاتفاقيات وهذا الثقل أستأذنك ومشاهدين الكرام لنتحدث عن تطور العلاقات الصينية الخليجية اللي يشكل لافت مؤخرا لا سيما مع زيادة حجم التبادل التجارية بين دول الخليج والصين دعونا نقترب أكثر من هذا الفصل وهذا المشهد ودوافع الصين لتطوير هذه الشراكات إذن مشاهدين الكرام نتابع معكم هذه اللقطات التي تأتينا مباشرة من العاصمة السعودية الرياض إنعقاد القمة الخليجية الثالثة والأربعين في هذه اللحظات ونتابع معكم وصول صاحب السمو السيد فهد بن محمود السعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان الشقيقة وهذه هي القمة الخليجية الثالثة والأربعين وفي مقدمة مستقبله الآن في هذه اللحظات صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد في المملكة العربية السعودية إذن في هذه اللحظات تعقد القمة الخليجية الثالثة والأربعين وبعدها سوف تكون هناك قمة خليجية صينية ومن ثم قمة عربية صينية ثلاث قمم تحتضنها العاصمة السعودية الرياض لتشكل منعطفا أساسيا حقيقيا إذا صح تعبير في العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية والشراكات مع جمهورية الصين الشعبية اليوم العالم ينظر إلى الصين بنظرة إعجاب إذا صح تعبير من خلال تطورها الكبير وعلاقاتها الاستراتيجية وتطورها الصناعي والاقتصادي الكبير وتسعى الصين أيضا للتواجد في المنطقة العربية لهمية هذه المنطقة ولهمية أيضا قيادات هذه المنطقة وما تتسم به منطقتنا العربية من نضج سياسي وأيضا إذا صح التعبير علاقات استراتيجية واقتصادية دعونا نتابع أيضا في هذه اللقطات التي تأتينا مباشرة وأشرك معي الأستاذ حمد الكعبي توافد قادة دول مجلس التعاون أهمية هذه القمة الخليجية في هذا التوقيت وقبل أن نتحدث عن هذا الجواب يصل في هذه اللحظات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى القاعة الرئيسية في هذا المكان الذي سوف يحتضن القمة الخليجية الثالثة والأربعين يليك أستاذ حمد أهمية القمة الخليجية في هذا التوقيت القمة الخليجية هي في غاية الأهمية وهو يتت في بداية القمم لنظرا لأهمية التعاون والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون اليوم دول مجلس التعاون يعني مرت في ظروف مختلفة خلال الأربعين أو خلال الأربعة عقود الماضية مرت في آخر هذه الظروف التي مرت فيها ربما الأزمة الخليجية وبعد ذلك التنسيق المشترك ما يتعلق بموضوع كوفيد والتجارة البينية وما يشابه ذلك هناك نظرة الدول الكبرى أو نظرة الدول إلى أن هذه دول المجلس التعاون أنها وحدة واحدة فطالما أن العالم يعمل هذا الثقل والاعتبار لدول مجلس التعاون وهذا التنسيق المباشر والمشترك بين دول مجلس التعاون المستمر خلال الفترة الماضية وكيف حكمت قيادات هذه الدول في التعامل مع الملفات العالمية وكيف حكمت هذه الدول في أيضا السعي المطلق إلى ترسيخ الاستقرار سواء كان في المنطقة أو حتى على مستوى دول العالم هذه القمة في غاية الأهمية تأتي في ظروف أفضل وتأتي أيضا في توقيت أفضل نتوقع منها الكثير من التنسيق في الملفات المشتركة بلا شك إذن كما نتابع معكم في هذه اللحظات يصل صاحب سمو الشيخ تيمين بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة لمشاركة إخواني قادة دول مجلس التعاون قمة المثالثة والأربعين التي تعقد في العاصمة السعودية الرياضة ضمن قمة خليجية صينية وقمة عربية صينية أخي حمد أيضا كانت هناك زيارة مهمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دالنهيان إلى دولة قطر الشقيقة قبل عدة أيام لتقوية العلاقات وضمن الروابط الخليجية المشتركة أهمية هذا التعاون الخليجي في هذا التوقيت نعم التعاون الخليجي هو تعاون مطلوب وبناء ومستمر على مدى زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى قطر أيضا أتت في توقيت مهم الشيخ محمد بن زايد دائما هو يعني يمد اليد إلى جميع الأشقاء والأصدقاء إلى جميع الدول العالم وجدنا ولمسنا أيضا تهنية مباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أيضا بالتنظيم الرائع لدولة قطر لمونديل العالم وكيف استطاع أن يجذب هذه الشعوب المختلفة وهذه الجماهير المتعددة إلى المنطقة إلى منطقة الخليج العربي اليوم الخليج تجاوز الأزمات السابقة يعمل بروح الفريق الواحد يعمل أيضا بقلب واحد لمجابهة جميع الأزمات العالمية عدم وأيضا لدر المخاطر والأرهاب الذي ربما يجد من هذه الخلافات أيضا بيئة خصبة لبث السموم على مختلف دول العالم التنسيق اليوم هو غير مطلب نعم إذن في هذه اللحظات يصل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في القمة الخليجية الثالثة والأربعين يصل إلى مقر إنعقاد هذه القمة الخليجية الثالثة والأربعين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إذن قمة خليجية تعقد في هذه اللحظات بعدها سوف تكون قمة خليجية صينية ومن ثم قمة عربية صينية في العاصمة السعودية الرياضة ونحن معكم من مركز أخبار قنوات أبوظبي في هذه التغطية الحية والمباشرة لأبوظبي للإعلام أستاذ حمد الكعبي اليوم نتحدث عن نجاح إذا صح التعبير لم تصل دول الخليج إلى هذه المرحلة من الثقة العالمية إلا أن هناك قادة نجحوا في رسم خريطة بلدانهم سواء السياسية الاستراتيجية الاقتصادية اليوم نتحدث عن دولة الإمارات نتحدث عن فكر نير نتحدث عن ثقل سياسي نتحدث عن رؤية واضحة ذات سلام وتعايش مع العالم نتحدث عن شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دالنهيان رئيس الدولة حافظه الله الذي يحظى لله الحمد بثقل ومحبة العالم أجمع اليوم الإمارات تبادر في حل الأزمات الإمارات تبادر أيضا في لملمة الأوراق بين الدول اليوم الإمارات تساعد في تحرير الرهائن بين الدول والأخير كما تابعنا فخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية صديقة عندما يتحدث عن دور الإمارات ودور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد صحيح هو الإمارات وضعت منهج التسامح والتعايش نصب عينها وبعد ذلك تحركت بصورة وهذا منذ بداية تأسيس الدولة الإمارات دائما تنظر إلى دول العالم إلى أنها يعني على أساس مبدأ الإنسانية بمفهومها الشامل لا تنظر إلى الدول بالمعايير المختلفة سواء كانت المعايير خلنا نتكلم المذهب أو اللون أو العرق وما شبه ذلك اليوم لما تكون دولة الإمارات بالتعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بالقدرة بهذه السياسة بتحقيق تبادل إلى أسرع بين قوة عالمية وتأتي يعني الإشادة والشكر من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن بالدور الإماراتي وما قامت فيه الإمارات هذا صراحة مبعث فخر للجميع لأن الإمارات وضعت الإنسانية نصب عينها بغض النظر هذا الخلاف بين يعني هذه القوة العظمى وكيف تستطيع الإمارات بالتعاون مع المملكة العربية السعودية بتقريب وجهات النظر وبمحاولة يعني بغرض الإنسانية بالدرجة الأولى وهذا هو يعني هو منهج الإمارات في عملها وفي تعاونها مع الدول العالم اليوم أستاذ حمد المملكة العربية السعودية الشقيقة وهي تعقد هذه القمم الثلاث القمة الخليجية وأيضا الخليجية الصينية والعربية الصينية يعني دلالات هذه القيادة وأيضا دورها للملمة أيضا أوراق الوطن العربي والاتجاه بها إلى علاقات استراتيجية مهمة تصب في نهاية المطاف إلى مصلحة دول المنطقة بشكل عام أهمية دور الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت لا شك هي رأس حربة وهي على عمود البيت العربي كامل المملكة العربية السعودية لها ثقل سياسي هي عمق استراتيجي هي تحالفنا القوي معهم هم الأساس في عمل أي عمل عربي قاد إلى النجاح دور المملكة العربية السعودية مع كافة جيرانها مع الدول العربية وأيضا مع الدول الإسلامية ودول العالم كافة هي تعمل بشكل راسخ من أجل تحقيق الاستقرار وبث السلام وتحقيق طمأنينة المملكة العربية السعودية حينما تحتضن هذه القمم الثلاثة ليس غريب عليها لأن هي يعني في نهاية المطاف هي يعني مرد للعالم أجمع وهي الأساس يعني في نقطة التحول إلى الإيجابية وجدنا إذا تذكر العام الماضي كان هناك قمة عربية قمة خليجية أمريكية واليوم نشهد أن هناك قمة خليجية صينية وعربية صينية أيضا من المملكة العربية السعودية هذا اندل يدل على مكانة المملكة العربية السعودية وقدرتهم على صناعة القرار الدولي وقدرتهم على جذب يعني قيادات العالم من المملكة العربية السعودية للخروج يعني بما يرضي شعوب المنطقة الشعوب بلا شك اليوم تسعى إلى مصالحها إلى شركات إلى أمن واستقرار وتنويع مصادر دخلها هذا ما تسعى له كل دول دول العالم إذن في هذه اللحظات كما نتابع معكم صورة جماعية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعامل لدول الخليج العربية في هذه اللحظات قبيل إنعقاد القمة الخليجية الثالثة والأربعين مباشرة في مقر إنعقاد هذه القمة الخليجية الثالثة والأربعين اليوم المملكة العربية السعودية بفكر قيادتها الرشيد تسعى من خلال هذه القمة من ثلاث إلى بناء جسور تواصل جديدة أسواق جديدة لدول المنطقة بشكل عام مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة اليوم الصين تتواجد في المنطقة العربية ووجودها ليس بجديد سواء هناك من يربط وجود الصين في هذا التوقيت ردا على علاقات معينة بين دول في المنطقة أو أيضا مع الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا الصين تتواجد في منطقة الخليج تتواجد في المنطقة العربية أمام مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية الشاملة إذا صح التعبير مع المنطقة العربية أستاذ حمد الكعبي الصين تتواجد اليوم إذا صح التعبير الإمارات تحتضن ما يقرب من أربعة آلاف شركة صينية يوجد مثل ما تحدثت قبل شوي ما يقرب من أكثر من أربعمائة ألف صيني يتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا التواجد الكبير على ماذا يدل برأيك هذا دلالة عن أن الإمارات دولة منفتحة لمختلف دول العالم وأيضا دولة الإمارات هي بيئة جاذبة لإقتصادات العالم أيضا الصينيين وجدوا من التسامح الموجود في دولة الإمارات ووجدوا من البيئة الحاضنة البيئة المؤهلة لجذب هذه الاستثمارات الإمكانيات الموجودة في دولة الإمارات سواء كانت الإمكانيات على مستوى البنى التحتية أو حتى الإمكانيات على مستوى القوانين المسهلة لأعمال فيها دور دولة الإمارات كوسيط نعم إذن نعتذر على مقاطعتك ننتقل مباشرة الأستاذ حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد كل الشكر والتقدير لك مباشرة إلى القمة الخليجية الثالثة والأربع بالآخرة هم يرقلون أولئك على مدن ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم أخواني أصحاب الجلالة والسمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيبوا لنا الرحب بكم جميعا في بلدكم الثاني مملكة عربية السعودية سألي المولى عز وجل يوفقنا لمواصلة مسيرة الخير والتعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق النماء والرفال نود في بداية أن نستذكر ما قام به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رحمه الله من أعمال جليلة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والجهود الخير في تعزيز مسيرة عمل المجلس ونسأل مولى عز وجل الرحمة والمغفرة ولصاحب السمو الأخ الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التوفيق والسداد كما نهني أخانا صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة نجاح متميز في صدافة بطولة كأس العالم عشرين واثنين وعشرين أصحاب الجلالة والسمو أقر مجلسكم وموقر في دورة ستة وثلاثين في عام 2015 رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك وقد أسهمت الرؤية في تعزيز الدور الاستراتيجي لمجلس التعاون القيميا وعالميا وتسريع وطيرة مسيرة المجلس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والسياسية بما في ذلك تعيين القيادات العسكرية الموحدة وتفعيل دور الشرطة الخليجية وفي ضوء تطورات المهمة خلال السنوات السبع الماضية التي نثرت عن تنفيذ الرؤى التنموية الطموحة التي تبنىها دول مجلس التعاون وخطط التحول الاقتصادي فالمملكة تعتزم تقديم رحلة ثانية من رؤية الخادم حامل شريفين بما يعكس تركة التطورات ويأخذ بعين الاعتبار المستجدات الجيوسياسية التي تأثرت بها المنطقة فضلا عن الدروس المستفادة من التجارة في مواجهة جائحة كورونا والدور المتنامي لدول مجلس ومنظومة مجلس التعاون في القضايا الإقليمية والدولية والنمو الاقتصادي المتسارع والتنمية الاجتماعية والثقافية التي تمر بها دولنا وما يطلب كل ذلك من التطور مستمر لقدرات الاستراتيجية لمنظومة مجلس التعاون في جميع المجالات نحن على ثقة أن التعاون وثيق بين دولنا سيؤدي لسرعة تحقيق الأحداث المنشودة أصحاب الجلالة والسمو نؤكد تؤكد دولنا ضرورة وجود حل عادل ودائم القضية الفلسطينية وفقرات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفر الشعب الفلسطيني حقها في إقامة دولة مستقلة على حدود سبعة وستين وعاصمتها القدسة الشرقية وتؤكد مملكة دعمها الكامل للجهود المومية الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل الأزمة اليمنية تماشية مع مبادرة المملكة لأنهاء هذه الأزمة وفق المرجعيات الثلاث كما تؤكد مملكة ضرورة التزام إيران بمادأ وموثيق الدولية والوفاء بالتزاماتها النهوية والتعاون مع وكالة المكان الدولية للطاقة الذرية والمحافظة على مبدأ حسن الجوار أصحاب الجلالة والسمو تؤمن مصادر الطاقة العيدر الكربونية ستظل مورد مهم لتلبية حاجات العالم لعقود القادمة وإدراكها مننا لهمية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وانطلاق من مسؤوليتنا تجاه العالم والأجياء القادمة فإننا نواصل العمل مشترك في مواجهة التغير المناخي والسعي الجاد للحد من أثارها ومعالجتها وفي هذا المجال قامت المملكة باتخاذ عديد من الإجراءات حيث أطلقت المبادرة السعودية الخضرة ومبادرة الشرق رسال الأخضر ومفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والعديد من المبادرات الهادفة في ختام ترقص المملكة للدورة الثانية والأربعون لمجلسنا الموقر نهني أخانا جلالة السلطان حيثم بن طارق السعيد على تولي صدق عمان رئاسة الدورة الثالثة والأربعون للمجلس الأعلى متمني لجلالة التوفيق والسداد ونؤكد دعم المملكة المستمر لرئاسته ولمجلس التعاون الخليجي والأمان العام ودعم كل من من شأن ترسيخ العمل خليجي المشترك نسأل المولوعة عز وجل لنسدد كل جهودنا بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطي الكلمة الآن لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود أصحاب الجلالة والسمو الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نود بداية أن نعرب عن بالق اعتزازنا وتغديرنا للجهود الكبيرة والمباركة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بغيادة أخينا خادم الحرمين الشريفين في توحيد الرؤى والمواقف وفي تعزيز العلاقات وتنمية الشراكات لمواجهة كافة المخاطر والتحديات وبمديد التعاون للدول الحليفة والصديقة لحفظ مصالح دول المنطقة وشعوبها واستدامة نمائها ورخائها ورخائها ومن دون شك فأن هذه القمم الثلاث تنعقد في ظل ظروف سياسية معقدة تطلب تكثيف جهودنا المشتركة لتجنيب المنطقة من تداعيات الصراعات والأزمات الإقليمية والدولية بأثارها الاقتصادية والاجتماعية التي تهجد منجزاتنا وتؤخر من سيرنا نحو المزيد إذن مشاهدين الكرام كما تابعنا معكم افتتحت القمة الخليجية الثالثة والاربعين بكلمة لصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعود ولي العهد في المملكة العربية السعودية الشقيقة في بداية كلمة رحب بأشقائه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة تحدث عن أهمية مجلس التعاون وترابط الدول قدمت تهنيتها إلى دولة قطر بمناسبة استضافتها لكأس العالم 2022 ونجاح دولة قطر في التنظيم وبمختلف المجالات نجاح باهر وبعدها تحدث في هذه اللحظات جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة تحدث وتقدم بالشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى قادة دول مجلس التعاون وهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهمية أيضا العلاقات الخليجية الخليجية إذن كما نتابع معكم في هذه اللحظات المباشرة تنعقد القمة الخليجية الثالثة والأربعين إذن كما تحدثت رأس وفد الدولة إلى هذه القمة الثالثة والأربعين صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإضافة إلى القمة الخليجية التي سوف تعقد بعد لحظات القمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية إذن نحن معكم في تغطية حية ومباشرة من مركز أخبار قنوات أبوظبي للحديث عن أهمية هذه القمة الثلاثة الخليجية وبعدها الخليجية الصينية أهمية أيضا العلاقات مع الصين في هذا التوقيت وبناء علاقات تجارية واستراتيجية مع الصين بعدها القمة التي ينتظره الوطن العربي هي القمة العربية الصينية لما تمثله من مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية والعلاقات الثنائية أيضا بين الوطن العربي وجمهورية الصين الديمقراطية الشعبية الصديقة دعونا نتحدث عن تطور العلاقات الصينية الخليجية بشكل لافت مؤخرا زيادة حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والصين هناك فصل ومشهد جديد دوافع الصين لتطوير شراكاتي الاقتصادية مع دول المنطقة رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا والتي قد تهدد بخطر استدامة نمو الاقتصاد وسرعة تنوعه وتطوره إلا أن العلاقات الصينية الخليجية تعد أكثر إشراقا خاصة مع دخولها مرحلة جديدة من التطور المستمر طيلة الأعوام المنصرمة أفقها الاقتصادية متنوعة وثمارها التعيد بمنفعة واسعة على جميع الدول إذ تهتم الصين بالوضع السياسي الآمن والإمدادات المستقرة بالنفط والغاز الطبيعي الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي كما أن 70% من السهلاكها النفطي مستورد من الخليج بشكل رئيس وتسعى الدول الخليجية من ناحية أخرى لتنوع اقتصادها في مجالات مختلفة مع الصين أبرزها قطاع الطاقة والاقتصاد والتجارة حيث أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي وحلت بذلك ما حل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2020 بدوره شهد حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين زيادة سريعة في عام 2021 حيث بلغ 232 مليار و880 مليون دولار أمريكي واليوم تعتبر دولة الإمارات أكبر حاضنة للأعمال الصينية في العالم العربي كما أن الإمارات أكبر شريك للصين في المنطقة العربية فحوالي 60% من التجارة الصينية يعاد تصديرها عبر موانئ دولة الإمارات إلى أكثر من 400 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويبدو أن الصين تخطط للعب دور محوري اقتصادي وسياسي عميق على الصعيد الدولي ففي عام 2013 أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق ويهدف المشروع إلى ربط الصين بالعالم عبر استثمار مليارات دولارات في البناء التحتية على طول طريق الحرير الذي يربطها بالقارة الأوروبية وكانت دولة الإمارات من أوائر الداعمين لهذا المشروع اتسعى الدولة لتحقيق عدد من الفوائد المرجوة كما أن الصين وقعت اتفاقيات استثمارية عدة مع المملكة العربية السعودية الشريك الأكبر للصين في المنطقة لإعادة أحياء هذا الطريق بالإضافة إلى تعاونها مع مصر التي تسعى لتحقيق أفضل نتائج تجارية واقتصادية ممكنة ومن جانب آخر تواجه الصين مقاومة سياسية ضخمة لإعاقة تنفيذ هذا الطريق وخاصة الطريق البحري فضلا عن العلاقات المتوترة مع كل من الهند وباكستان بالإضافة إلى المخاوف الكبرى والرؤية الضبابية التي تتجه صوبة وسطع الصين اقتصادياً وسياسياً على الصعيد العالمي وهو ما يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى مقاومة مشروع الصين لتطوير طريق الحرير إذن مشاهدين الكرام كنا معكم في هذه التغطية الحية والمباشرة لإفتتاح القمة الخليجية الثالثة والأربعين مباشرة من مركز أخبار قنوات أبوظبي تغطيتنا مستمرة سوف نذهب بكم وكل الشكر والتقدير على متابعتكم وتغطيتنا مستمرة من مركز الأخبار إلى اللقاء